طبعا كل ما أزمت هذه الجماعة خرجت بمثل هذه التصريحات من أجل أنها تمتص غضب المواطن على أولاده وأيضا تمتص غضب الطالب وأيضا تمتص غضب المعلم وأيضا توحي للمجتمع أنها تقدم شيء من أجل التعليم حقيقة الأمر أن هذه الجماعة حصلت على أموال كثيرة من دولتين عربيتين من أجل طباعة الكتاب المدرسي من دولتين عربيتين ومن منظمة اليونسيف على أساس أنها وزودتها بمكان جديد من أجل تحدث المطابع المدرسي وللأسف الشديد تستخدمها هذه الجماعات تستخدم المطابع لطباعة المنشورات حقها واللوحات وصور شهدائها وأيضا صور حقها الأوثان يعني أشياء كثيرة أصبحت المطابع المدرسية تشتغل في شيء آخر حتى في الدعوات الأعراس أما الكتاب المدرسي فهو من المنسي لديهم لا يهمهم ذلك إلا كيف يحسنوا صورتهم أمام الدول الذي دعمتهم من أجل طباعة الكتاب المدرسي وأمام أيضا المنظمات الدولية التي تدعم من أجل الكتاب المدرسي وفي الأخير أيضا من أجل تبيع في الشوارع لولي الأمر بحيث أنه يتحمل هو التكلفة فوق تكلفتها لتوجيه ابناء إلى المدرسة أيضا للبيع للمدارس الأهلية لأنه أصبحت المطابع كأنها مطابع تجارية وليست مطابع دولة ومدعومة فموضوع الكتاب المدرسي عندها موضوع استثنائي سواء نزل أم لم ينزل أهم شيء عندها كيف تحسن صورتها أمام الشارع يعني الآن إذا تحدثنا يعني أنها تستخدم هذه المطابع لأغراض تجارية بحتة والآن تم فتح أسواق سوداء يعني بالكتاب المدرسي أيضا الآن يتجاوز قيمة المنهج 17 ألف ومتوسط خلينا نقول الدراسة بـ 220 ألف للضيط طالب الواحد وفي الأخير لا يتم صرف رواتب المؤنطفين والمعلمين يعني لأن العملية برمتها عند هذا الجماعة عملية دعائية حتى فتح المدرسة لا يهمها من يتعلم أو لا يتعلم هو يهمها أن المدرسة تبقى مفتوحة أمام المجتمع الدولي أنها تكون بواجبها وأنها تمثل شعب وأيضا كيف تستفيد من فتح المدارس في الحصول على الطلاب وتهيئتهم لتدريسهم ملازمها وأيضا كيف تحصل على مساعدات من المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال كل هدفها كيف تجمع مبالغ مالية لمشرفيها يعني أيضا هنا سؤال كيف يتم صرف المبالغ من هذه المنظمات التي تعنى بالطفولة مثل اليونسف وغيرها يعني العاملة في هذا المجال وهم يعلمون أن الكتاب المدرسي يباع في الأسواق السوداء الحصص في المدارس الحكومية لا تتجاوز حتى الثلاثة الحصص يعني لا مناهج لا معلمين كيف يتم السنة في عملية الدولية؟ للأسف الشديد أن هذه المنظمات متواطئة مع هذه الجماعة بحيث أن هذه المنظمات تستمر في عملها وأيضا تحصل على المنح تضطر التعامل مع هذه الجماعة بما يرضيها حتى في عام 2021 حصلت على مبلغ مالي كبير على أساس أنها سوف تصرف مرتبات للمعلمين وللأسف الشديد لم يصرف هذا المرتب وأستحوذت عليه هذه الجماعة وبيقي المعلم بدون مراتب حتى يومنا هذا الآن قامت الميليشيا الحوثية بحد فقرت إلغاء الفوارق بين الطبقات من أهداف ثورة اليمنية 26 سبتمبر من مناهج التعليم ما الغرض؟ هل الغرض؟ واضح لكن طبعا معروف أن هذه الجماعة تسعى إلى الطبقية تريد سيد وعبد لا تريد مجتمع متساوي ولذلك بدأت بهدف لكن أيضا سوف تلحق بقية الأهداف إذا استمرت في مكانها سوف تستكمل بقية الأهداف وقد لا نجد أهداف لثورة سبتمبر عند هذه الجماعة نعم أستاذ خالد باختصار شديد الآن شاهدنا مثلا الوقفة الجادة من قبل المعلمين في الإضراب لانتزاع حقهم وهناك تحرك هل مستقبلا يستطيعون أن يقومون هؤلاء المعلمين الأوفية بالوقوف ضد التلاعب بهذه المناهج الدراسية التي تفخخ عقول الأطفال؟ أختي العزيزة من يهتم بأولادنا ومن يستطيع أن يؤثر على أولادنا ومن يستطيع أن يوجههم أليسهم المعلمين؟ هؤلاء هم من أولادنا عليهم لأنهم هؤلاء مدربين تدريب صحيح محبين للوطن ومحبين لأبنائهم ولذلك تسعى هذه الجماعة من أجل كيف تزيح هذا الطبقة من أمامها وتستبدلها بمن هم واليين لها ولذلك المعلم شوكة في حلق هذه الجماعة نعم فأنا